تربية الأبناء من بين أكبر الأمانات فإذن هو في الأصل صراع واستمرار وتكامل لكن الصدام غير المحمود وهذا الذي نخاف منه الآن وهو أن يأتي شخص يريد أن يلغي كل ما كان قبل يعني يحاول أن يزرع أسس جديدة بدون أن يراعي الثوابت ولا المتغيرات هذا هو النوع الصراع المذموم الصراع الذي يأتي ليلغي ليس ليتمم وليس ليصحح وإنما الإلغاء هذا الخطاب الخطير وهذا الصراع الذي قد يدمر المجتمع والأسرة ويدمر الأطفال ويدمر كل ما تم بنائه من قبل الأجداد والعكس ليس صحيحا دكتور وهو ماذا؟ إلغاء الحداثة أيضا الإلغاء هذا نوعه يعني سواء الحديث يلغي القديمة والقديمة يلغي الحديث التطوير نحن نقول دائما في هذا المسألة إذا كان التغيير مبني على أسس سليمة وصحيحة وجاء لإصلاح أخطاء فهو محمود لكن نحن نؤمن أن الثوابت يجب أن نحافظ عليها وذكرنا ما هي الثوابت وأن المتغيرات وسائل التربية وسائل التعلم وسائل البشاركة هي أمور يحمد تغييرها وتجديدها والاستزادة مما جاء به العلم لكن غير ذلك هو أمر لا يستحب أن يلتفت إليه ترجمة نانسي قنقر